السلام عليكم النهاردة بقى جايبا لكم ان شاء الله فيديو حلو جدا جدا حطيلي لايك ويلا نشوف هداية يونس بتاعة عيد ميلادو اللي عملتها عند ماما وعملتها كمان عندي هنا في البيت فلمت الهداية وقلت اورها لكم بجد انا من خلال الفيديو ده بقول لأي حد افتقرني وحتى قال كل سنة وانت طيب ليونس انتو ناس اجمل ناس في حياتي وربنا يخليكم لي وربنا يديم المعروف بنا واي حد ما قالش ليونس كل سنة وانتو طيب برضا عايدي برضو بحبكو وكل سنة وانتو طيبين احنا دي حاجات كده بنعمل عشان نفرح الاولاد فبس يلا نروح نشوف الفيديو وما نلغش كتير عشان الفيديو ده افكار برضو لو انت حابة تروح لطفلة عنده سنة ممكن تجيبيله هدية ايه وقات الهدية غير متوقعة هقول لكم برضو عليها ويلا نروح نشوف الفيديو على طول اول حاجة هنبدأ بيها هنا العجلة الجميلة جدا دي والعجلة دي هنا هيبص اخت اللي جابتها لي اخت الكبيرة جابتها الابني هيبص عاملة ازاي بسم الله ما شاء الله تحفى جدا عجبتني بس للأسف يونس عنده سنة فمش هتنفعه فيعتبر يعتبر كل يعني تلت اربع الهدية دي ياسين اللي هيستفد بيها ياسين اللي هو اخو يونس عنده تلت سنين فهيستفد بيها خالص يعني يعتبر هو اللي مسيطر على الليلة دي كلها فجابتلي العجلة دي عجبتني جدا وهنا ابن اخت اللي جاب الكرة دي فابن تخت ابن تخت رحمة اللي جابتها فحلوة جدا تسلم ايجك يا رحومة اهي عايزة تقع خد يا ياسين اهي هو ياسين كنا عايزة اهي انت همشي صوت بقى هنا بعد كده جات لي بقى الهدية الغير المتوقعة اللي انا اصلا بخاف منهم بس انا بحب شكلهم دي العصفير بصوا عاملين ازاي العصفير دي ماما اللي جابتها لي اهي بصوا عاملة ازاي بس انا بخاف منهم جدا يعني انا لو بعرف اغير لهم ولا بعرف احط لهم اكل بغير لهم اللي هو تحت الغيرات دي هو انضف لهم والكلام ده ولا بعرف احط لهم حاجة لكن مارين بنتي هالي هتعتني بيهم لان مارين بتحبهم جدا ودي هداية مامتي ليونس جايبوا له عصفورة هيا احنا كده مسميين بقى يونس والعصفورة التانية دي مارين يعني احنا عندنا يونس ومارين عشان مارين هي اللي بتعتني بيهم ممكن كمان زياد بس يعني بحيز ان زياد مالوش قوي يعني في التنظيف الحاجات دي اه كمان جارت بقى حبيبتي او اختي يعني اقول اختي برضو اختي ام لارا جابتلي الجاكت ده بصو حلو جدا عجبني جدا والماتيريال بتاعه بقى فوق الخطير بس برضو جي كبير شوية على يونس ويونس عنده سنة بس تحسوا ان هو صفيف جدا انتم عارفينه طبعا بيطلع معاه في الفيديوهات اهو بصو حلو جدا جدا والماتيريال بتاعه عايز اقول لكم ان هو حلو جدا واصلا على الطبيعة شكله جنان تسلم ايدك يا قلبي يا رب يعني دي ممكن تكون هداية مكة بنتها يعني بنتها مكة وكانت جايبالي شنطة تانية بس يعني حصل موقف كده طبعا مش هنحكيه على الفضائيات والشنطة تقطع ولارا جابتلي بقى لارا بنتها التانية جابتلي الطقم ده عجبني جدا جدا والله تسلم ايديها وقلت لها يعني كتير يا جماعة كتير علي والله لا وكمان ايه جايباهم شتوي يعني مفيش بعد كده التشيرت ده اهو وعليه الجاكت ده اهو بصه حلو جدا والماتريال بتاعه حلو جدا فعجبني برضو دي افكار برضو للهدايا لو انتو حابين تروحوا لحد تجيبوله ايه وإيه اللي يناسب السن ده عشان طبعا اختيار فن الهدايا ده اختيار يعني صعب مش اي حد بيعرف يجيب هدايا ويطار الهدايا هتعجبه ولا لأ والكلام كل اللي بيتقال ده اه كمان جالي بقى هنا الهدايا بقى الصغيرة الجميلة دي بتاعتي يونس جالي في الشنطة دي دي مش عارفة والله من بنته اختي برضو اه ابن اختي الشغللتين دول لاني طبعا هو عنده سنة فبرضو بيحب الحاجات دي ويه كمان الكور اللي هي الصغيرة دي برضو تحفة جدا في تاني اهو اهي حلوين جدا جدا وتسلم ايديهم الهدايا مش بالقيمة يعني الهدايا بالتأدير يعني ويه دي هداية اختي التانية جابت له تاتا جميلة قوي 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 اهي تاتا طبعا هو دلوقتي بيمشي ماشاء الله بس يعني اهي مش بيمشي قوي بس جميلة جدا التاتا دي وعجبتني وجابت له كمان لعبة يعني بنعمل الزنبالك بتاعها وتلاقى بتمشي وكمان جابت له مسدس اهو فالحاجات دي فعلا هتنفعه جدا يعني يلعب بيها مش عالفة وبتالي بتحط له حجارة اكيد ايو بيتحط له حجارة بنفك المصمر كده بنحط له حجارة بيعمل الاشكال يعني وانور وكده اه طبعا اخت التانية اخت محمد بقى اخت الكبيرة بقى اخت محمد جابتلي بقى الطعم ده اه طبعا حلو جدا بصوا مش طقم واحد كمان ده هو طقمين انا بقى بحب جدا جدا الهدايا العملية دي ايوة هي دي الهدايا الهدايا العملية دي اللي نفرش بقى والروق على العيان دول ملايتين سرير اطفال اه طبعا هي عارفة ان انا عندي سرير سريرين يعني في القوضة فجابتلي السرير اه هون بصوا بقول لكم ايه القماش بتاعها حلو جدا 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 كده تحسوا ان هو على قطن بجد تسلم ايديك يا محمد من احلى الهدايا اللي ببسطت بيها جدا 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 وبجد شكلها قايم يعني تسلم ايديك يا محمد اه جات لنا هدية كمان من اخت التانية ومشاء الله هم اكفر يعني اه هي عبارة عن ايه هي مكعبات اهي على شكل ارنوب بس فيه تاني دي بقية المكعبات بصوا قصرت مني وانا جاية في التوكتوك عشان يكون تعاملة بقى لعدملادي التاني ده عند ماما اه مش عارفة والله الفيديو ده اللي هنزل لكم الاول ولا فيديو لعدملادي والحفلة والتجهيزات بتاع ماما فمش عارفة هو احنا بقى كنا راجعين من عند ماما بصوا عامل ازاي حلوة بس كده ومعانا اخر هدية بتاعت اخت ام ادم اخت التانية بقى دي اخت الصغيرة اصغر مني بشوية من اصغرنا برضو بس هي اصغر مني بشوية بصوا هي راعد برضو ان هي الجبة هوريكو برضو دي بس هي جايبة هدية ليسين ويونس مع بعض جابت بصوا الدفاية دي حلوة جدا بصوا طحفة جدا 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 عجبتني وكمان لها بانطلون اهو فطبعا دي افكار كلها حلوة وجابت دفاية تانية اهي يعني ما شاء الله يونس اتكسى اهو كمان دفاية تانية اهي ودفاية تالتة يعني ده كده بانطلونة وفي كمان دفاية اهي حلوين جدا 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 وطبعا شو احنا داخلنا على فصل الشتة فهي حابت تجيب حاجة تنفعي هاني والله هديتها جندة جدا والله كل الهدايا اللي جات يعني ما شاء الله بسطتني جدا ليه لان الناس دي عملية جدا الناس جايبة هدية عملية بجد اه جابت بقى اليسين دي قلت لها ايه قلت لها عشان ياسين اتعلم على التولدت وكده فدي هدية اليسين فقلت لها يلا قطر خيرك وقلت لي كمان عشان تعلمي يونس عليها فهي جابتها يعني هي كانت مجربوها مع اولادها فقلت اقرب فرصة وراحت جايبة هانا تسلم ايجيك يا مؤدم بس دي كانت افكار بسطة جدا للهدايا ويرب يكون الفيديو السغنطود ده عجبكم وتكون الهدايا عجبتكم وتكونوا خدتوا كده كان فكرة يعني ومش عايزة منكم اي حاجة غير كل سنة وانت طيب بقى وتفجروا لي بقى كومنتات تحت كتير 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 ليونس واللايك الجميل بتاعكم كان معاكم نوجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر